أسئلة كثيرة تدور حولين من هو يسوع المسيح هو نبي ورسول وله هو أكثر من هذا هو ملاك ظهر واختفى وله هو أكثر من ذلك في مرة سابقة قلنا أن المسيح لقب بلقبين مهمين جدا أنه كلمة الله وأنه ابن الله وشرحنا أن الكلمة لازم يكون أزلي أزلي طالله وبعين تجسد أو ابن الله بمعنى معادلا لله مساويا لله ودي التهمة اللي التهم بيها عشان كده من أجله قالوا ده جدث فحكموا عليه بالإعدام بدل شنقا لكن صلبا في ذلك الوقت لأن دي كانت آلة الإعدام في ذلك الوقت طب ييجي السؤال ده يعني إيه؟ يعني إيه كلمة الله؟ يعني إيه؟ الألوهية صار جسدا يعني إيه ابن الله؟ هو المسيح شرحها وقال أنا ابن الإنسان إيه اللي أخبطها دي بقى؟ أنت ابن الله ولا ابن الإنسان؟ دي فكرة التجسد الكلمة صار جسدا بيقولها الكتاب بطريقة تانية بيقول عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد السؤال المهم هنا يعني إيه؟ يعني إيه ابن الإنسان؟ نفس الفكرة بتاعت ابن الله ابن الإنسان معناه إنسان معناه الجسد اللي لبسه المسيح دوت اللي الكلمة تجسد بيه إنسان حقيقي لحم ودم حقيقي حقيقي من أول زيجوت اللي هي البوايدة الملقحة في رحم امرأة إلى طفل كامل إلى رجل كامل ابن الإنسان معناه إنسان إنسان يجوع ويعتش ويخش الحمام ويستحمى ويعمل تواليت وكل عاد ابن إنسان مفيش إنسان بس مش إنسان في التجسد هو الألوهية تجسدت الله ظهر في جسد حقيقي ناس كده يقول لك إزا جاء إزا يعتش إزا يتعب إزا يدخل التواليت اللي بيخش التواليت ده الإنسان ابن الإنسان الله ما بيروحش التواليت الله ما بيجوعش الله ما بيعطاش لكن الإنسان ده لازم يبقى إنسان بمعنى بكل تفاصيل الإنسانية ومجرب في كل شيء مثل أنا زي ما بيقول الكتاب ده التجسد التجسد معناه ابن الإنسان وده اللي قاله المسيح عن نفسه أنا ابن الإنسان بكل معاني الكلمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر